صرح سفير مصر في أثناء عمر عامر أن السفارة واصلت اتصالاتها مع السلطات المصرية المعنية طوال الأيام الماضية يأتي ذلك للتسهيل على أهالي ضحايا مركب الهجرة غير الشرعية الذي غرق أمام السواحل اليونانية الأسبوع الماضي ولتمكينهم من سرعة إجراء تحليل دي اناي الذي طالبت به السلطات اليونانية حتى يتسنى مطابقة الجثامين والتعرف عليها واستصدار موافقة السلطات اليونانية على نقل الجثامين إلى ذويهم في مصر وقد أكدت الجهات المعنية في مصر بأن أهالي الضحايا الأب والأم يمكنهم أن يتوجهوا اعتبارا من صباح غد الخميس لمصلحة الطب الشرعي بالسيدة زينب بجوار سوري مجر العيون لعمل التحليل المطلوب